نحن في اليوم الثالث والأخير من هذه الانتخابات الأهم انتخابات رئيس مصر يعني أهم الملاحظات التي لاحظتها خلال اليومين الماضيين الله يا فندم يعني احنا النهاردة يوم جميل ويوم مشرك على المصريين جميعا الانتخابات هذه الفترة أو هذه المرة عاكست توجه المصريين الاتفاف حول الكهداء السياسية حول الالتزام بحماية مقدرات الوطن شفنا في أول ساعات اليوم الانتخاب الأول مشاركة متزادة من الناخبين وصلوا لخمسة مليون الرقم ده محصلش من سنوات طويلة فده يعكس حرص المصريين على المشاركة في العملية السياسية الحرص على تعزيز الديموقراطية انبارح المستشار أحمد البنداري مسؤول الغرفة المركزية في الهولة الانتخابات قال إن المشاركة وصلت 45% خلال يومين أو اليومين والنهاردة مقترح أنها تزاد عن 60% وبالتالي كل دي مؤشرات تشير إلى أن المصريين عندهم الوعي الكافي للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رئيس مصر والتأكيد على هوية مصر والتأكيد على حماية مقدرة هذا الوطن وتعزيز الديموقراطية والالتزام بالتسطور وتحقيق الاستحقاك الديموقراطي الأصيل صحيح يا فندم ويعني خاني أتوقف معاك بقى تفصيليا في هذا الإجمال اللي حضرتك ذكرته وشاهدنا يمكن صفوف من المواطنين أمام اللجان حتى قبل بدء موعد الساعة تساعة موعد فتح اللجان يعني تعليقك على هذا الأمر وهذا في كل محافظات مصر ده فندم اندلع للشيء دوله على التشوق الشعب المصري للديموقراطية فكرة ان الشعب المصري يحس ان فيه خطر بيحقب الوطن فكرة عدم الاستقرار الاقليمي والدولي والظروف اللي ممكن بتمر بها مصر في الفترة المؤخرة ده عكس توجه المصريين نحو المشاركة ويهل ان هم يكونوا صاحب قرار في اختيار رئيس مصر القادم وتوسيع فكرة المشاركة الشعبية في صنع القرار وبالتالي شفنا مشاهد اللجان مشاركة كافة قطاع الشعب من الشباب من الزوء الهمم أو زوء الاحتياجات شفنا مشاركة كبار السن في كافة اللجان شفنا كسافة سكانية شفنا كسافة من الناخبين في كافة رباء مصر وكافة رجال انتخابية ده يعكس ان الشعب المصري لديه وعي كافي ولديه قدرة على حماية مقدرات الوطن والالتفاف حول القيادة السياسية والعزم على ان نكونوا صاحب قرار في اختيار من يحكم مصر في الفترة القادمة أو ست سنوات القادمة ان شاء الله حرك ذكرت ان ويمكن الاقبال ايضا كان من كبار السن ومن ذوي الهمم هل نستطيع ان نقول ان كان هناك تسهيلات ايضا من الهيئة الوطنية للانتخابات من اجل استقبال كل فئات المجتمع ومن اصحاب الهمم ايضا ده فندم بالشكل مؤكد ده واضح فيه شفنا ازاي الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة موساط الدولة قدمت كافة تسهيلات اللوجستية وكافة تسهيلات لعمل لجان وخاصة بيزاو الهمم توفير وسائل بحس تمكن هؤلاء من الادلاق بأصواتهم في الانتخابات شفنا فيه لجان للاشخاص اللي هم مختربين فيه محافظات تانية وبالتالي فيه تكاتف وتكامل بين موساط الدولة لانجاح هذه الانتخابات والتعبير عن قدرة الدولة المصرية على ارسال رسائل للعالم ان مصر دولة عظيمة مصر لديها قدرة على تنظيم انتخابات وضحد الاراء اللي كانت بتقولها ان الانتخابات هتشهد نوع من عدم المشاركة عدم الاقبال وبالتالي كل هذه المشاهد تؤكد على عظمة الشعب المصري وتؤكد مرة تانية على ان هناك اصرار وتكاتف من قبل موساط الدولة على انجاح هذه الانتخابات